بديك ما تلعبش دور الله عز وجل هل تلعبش إليس لك هذا دور الله الله يحكم بين عباده فيما كان فيه يختلفون والله قال في صوت الحج قال هيك المؤمنين واليهود والنصارى والمجوس والذين أشعقوا إن الله يفصل بينهم يوم الخيار مش أنت لتفصل وانتبع على فكرة قل هذه قاعدة يا أخواني حين تتحدثون عن الله تبارك وتعالى صدقني يمكن أن تتحدث عن الله ويمكن أن تتحدث حتى بلسان الله قال الله تعالى طبعا قرآن دائما تحدث كما تحدث القرآن تحدث حديث القاعدة مش حديث التفصيل وحديث التطبيق يعني كيف يعني لو قلت الكفار في جهنم وكل من كفر في جهنم أنت صادق مئة في المئة ولا يستطيع إنسان عاق يرد عليك كلمة واحدة بس الآن هل هذا العبد الفلاني اللي هو مسيح يهود يبوذ كده هل هذا هو الكافر اللي الله قال عنه كافر هل هذا عند الله هو الكافر اللي بدخوش يجهنم الله أعلم ممكن تكون المسألة الأسهل علي لو هذا غير المسلم أجا أقل لي أقنعوني بالإسلام تدعون أنه دينه الحق ودينه الخاتم جبنانه عالم فهمان مليان علم واتكلم معه بلغة علمية متينة جداً وأفهمه بحيث أنه قال قال الشهادة أن كلامك كله مقنع تماماً وليس عندي عنه جواب ما من جواب لدي كلامك مقنع طيب هيا دخل في الدين يقول لا لو دخلت في الدين بفقد مصالحي بفقد بعض الشهوات يغضب علي زوجتي يغضب علي قومي لا أريد هذا كفر هذا كفر بالحق إذ جاءه هذا كفر بالإيمان هاي الكافر تبين هنا قاعدنا نطبق انتهي بتقول هذا حسب حالي الأرجح لو مات على هذا يكون هلك الأرجح لكن يبقى أمره إلى الله ليه شوش عرفني أنا ممكن هذا الرجل في عنده عقدة نفسية أو عقلية تجعله معذور عند الله ملتاف الداخل من يعلم منه إيش داخل هذا تعالي أكبر رغوز هذا هو أكبر نحن الآن نتكلم وبنتشوف هنا نتباصل وبنسمع بعضنا والله العظيم كل واحد فهل بطيخ هذا عنده شي عالم إلا الله فهل بطيخ هذه فيها عقد وفيها ظلام وفيها نور وفيها مشاكل يعني الآن وأنا بتكلم هيك ممكن واحد شخص كل كلامي هذا ما سمعوش ومغيوز من كربطة وفكر في الكربطة الصفر ايش تعملوا هذا مسكين هذا هو أنت بتتكلم فلسفة وعلم دين ولا على باله واحد ثاني بياعد هذا اللي بيطلع في روتان روتاني وليد بن طلال بحطه فلوس صار عنده فلس كتير ولا ما عنده شفلوس يلا أنا مريض مريض مسكين البشرة كذا أنا أفهم هذا عيش هذا بحاول أفهم هذا دائما في حياتي ولذلك لذلك منظورك بيكون أوسع وأكثر مرونة بتقول دع الخلخة للخالق كل واحد بطيخته حر ما أحد بعرفه إلا الله اجدخلنا أنا ماكيش أكثر ماكيش فيها الله لحيطلع كل شي فيها وقال لك يوم ما تبلع السرائر حيطلع كل إشي في الدنيا لا تبلع السراية ولا تبلع لا تبلع ما أحده بعرف مش شوفوا أنت وبتباك وكذا مش عارف حقيقته أنت مش عارف سريرته ويعطيك من طرف اللسان حلاوة والله قال فلم الصحيح ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام الله قال لك فينا الزهيب ويقول لك والله العظيم أنا كذا كذا ومحب لكم وبكتك وقسم بالله وكان الله قال لك كذاب مش أنت اللي بتعرف الله اللي بتعرف قال لك وهو ألد الخصام ها الدين فعشان هيك خلي مقاربتك ايه كما أخذ لك واسعة كيف واسعة اعتمد الحديث عن الله وبلسان النص قاعديا القاعدة هيك هيك التطبيق ما ليش علاقة به التطبيق على مين على الله هيك بتفهم القرآن لأن القرآن بطلع متناقض إذا لم تفهموا بهذه الطريقة بطلع متناقضا كيف متناقضا طبعا في آيات بيقول لك الكافر راح في ستين داعي الكافر في جهنم الكافر كذا وفي آيات بيقول لك لا إلي أهدو والنصارى والمجوس والذين أشرق وانتبه الله اللي بيفصل بينهم يتقول لي فصل ايه بأ الحكاية واضحة مش واضحة من قال لك واضحة على مستوى القاعدة الأمور ايه واضحة على مستوى التطبيق مش واضحة بالمرة معقدة وبدها قضاء عادل لا يخدر عليه إلا رب العدل لا إله إلاه والله العظيم أنا أقول لك لو الآن يخيرني الله يقول لي يا عبدي هل أنت ترغب أن يحاسبك محمد حبيبك ونبيك اللي بتعشي أقول له لا أعوذي بالله لا أرغب أن يحاسبني محمد محمد لا 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 طبعا من باب أولى ولا أبوي ولا أمبي طبعا أقول لك ولا أنا أحاسب نفسي كمان لا أنت بس تحاسبني يا رب لأنك أنت أعلم به حتى من نفسي يمكن أنا معذرش حالي يمكن أنا أقول لك لا العدد بصراحة أن أؤاخذ بهذا الدم هل تقول لي لا أنت ترى هذا بس أنا يا عبدي أنا عارف إيش أساس عقدك اللي خلنك ضعيف في هذا الموقف واتصرفت إيك أنا عارف أنت ما بتعرف يذهب غفرته لك هقول له أنت وحدك لا تحسبني لذلك دعوا ما لله لله يا ري تتعلم أهل الدين هذا الشيء والبشر والكل مسلم تقي كل واحد ولي وعارف بالله دعوا ما لله لله لا تتدخلوا فيه وتكلموا على مستوى القاعدة تكلموا على مستوى هي القاعدة